مشاهدين الأكرم إذا نبقى دايما مع عالم الموضة والجمال لكن هذه المرة مع ملكة جمال العاصمة وهي أولى من نوعها في طبعتها الأولى في جنوبي 2020 وللحديث أكثر حول كاستينغ ملكة جمال العاصمة يحضر معي منظم مسأل المسابقة كريم بن عيسى مرحبا بك معنا بك يا عيشك شكرا ربي يخليك لا يسلمك كريم بن عيسى مسابقة ملكة جمال العاصمة هي أولى من نوعها في طبعتها الأولى إحنا مولفين نستمع بملكة جمال الجزائر يعني ميس ألجيغي لكن هذه المرة ميس ألجي لماذا هذه الفكرة بدت؟ نحاصرته على ملكة جمال العاصمة فقط ولماذا ما نحاصرتهش على ولاية أخرى؟ أي زيد فضلك شكرا مسأل خير أولا إحنا كانت عندنا خبرة أو تجربة أخرى هي ملكة جمال قسنطينا فارتقينا أنه يكون عملنا في الجمال أنه كل ولاية نعطوها حقها لأنه حتى ملكة جمال ممكن مسابقة أخرى ما يقدرش يغطو كل الولايات فالاستراتيجية تعناها هي أنه نقيسوا كل ولايات الجزائر ونبينوا الجمال الحقيقي تاعة كل ولاية على حداء وأيضا ندخلوا فيها التقاليد لأنه إحنا كنا نركزوا على ولاية فنركزوا على الملكة ونركزوا على تقاليد الولاية ونركزوا على تاريخ الولاية فالهدف من هذه المسابقات هو أولا التقاليد الجزائرية أن نعرفوا بالتقاليد الجزائرية نعرفوا تقافة كل ولاية على حداء وأهم شيء أنه نبينوا جمال كل ولاية عن طريق الملكة طيب يعني فكرة المسابقة كيفاش احتجتكم الفكرة؟ هي في الحقيقة يعني الكثير من الزملاء في المجال كانوا يمدنا أفكار على حول المسابقات الجمال كنا نضموا مسابقة وطنية ولكن قلنا نديروا كل ولاية نخدموا الولايات أولا من بعد إن شاء الله ممكن فيه يكون فيه مشروع كبير أو مشروع مغاربي ممكن كما قلت لك للتبادل الثقافي أهم شيء تبادل الثقافي الثقافة هي أهم شيء في المسابقات نعم أكيد طيب كاستينغ المسابقة رح يبدأ يوم 16 نوفمبر يوم السبت بحول الله يعني لو تعطينا أهم شروط المسابقة لمن يهمه الأمر؟ أهم شروط المسابقة أنه تكون المترشحة يكون عمرها ما بين 18 سنة و28 سنة ثاني شيء يكون مستواها الدراسي متحصلة على شهادة بكالوريا أو أكثر ثالث شيء تكون ساكنة أو قاطنة بالجزائر العاصمة يعني تكون جزائرية عاصمية يعني هي مسابقة محصورة بالعاصمية ثالث شيء تكون أهم شيء تكون متشبع بالثقافة الثقافة الجزائرية تكون أيضا عندها ثقافة في كل المجالات عندها ثقافة في السياسة في الاقتصاد يعني على بلها وعلى بلها أيضا تكون المتسابقة ما يكونش فيه يعني يكون في جمالها يكون شيء إصطناعي مثلا كما للانتي والأمور هذوك هذوك نمنعوهما منعا باتا نحوصوا على الجمال الحقيقي هي باختصار هي هذه أهم شروط المسابقة المسابقة الجزائر العاصمة طيب وبخصوص يعني الحجاب نشوفه أنه في العاصمة نسبة كبيرة تعالى البنات يعني اللي لبسوا الحجاب نسبة كبيرة يعني هل الحجابيات رح يكونوا يعني في المسابقة هل هم معنيين؟ طبعا لأنه لأنه هذه مسابقة الجمال والجمال يكون سواء بالحجاب أو بدون حجاب فنحن لا نقصي أي فئة من الفئات المهم تكون عاصمية وتكون فيها تتوفر فيها الشروط التي ذكرتها سابقا طيب هذه الطبعة هي الأولى من نوعها ربما على ماذا تسلطون الضوء في هذه الطبعة؟ في هذه الطبعة هي طبعة الأولى لكن نحن في حفل التتويج رح نراهنوا ورح يكون فيها شخصيات من تونس من المغرب من الشرق الأوسط رح يكون فيها شخصيات من المجال رح يكون فيها شخصيات معروفة فبالتالي رح يكون ريهان لنا باش نمتلوا الجزائر أحسن تنتيل أمام ضيوفنا أما أهم حاجة في المسابقة هو جوهر المسابقة ليس حفل التتويج جوهر المسابقة هو برنامج الملكة بعد التتويج نحن ستطر برنامج بالتعاون مع فندق المراز لأنه وفرنا كل الظروف الممكنة نحن كشباب للقيام بالمسابقة وطلق رح يكون فيه برنامج رح تكون عندها رح تكون مثال للمرأة الجزائرية تكون ناجحة تكون متشبعة بالتقافة تكون مدينة تكون أهم شيء أهم شيء تكون شاطرة يعني تكون مثال للفتيات اللي حابين يبنوا مستقبلهم يكون عندها مؤسسة ممكن يكون عندها مؤسسة ممكن يكون عندها جمعية خيرية رح يكون في البرنامج أيضا رح يكون عندها عمل خيرية رح يكون رح تتلاقى شخصيات رسميين المهم جوهر المسابقة هو برنامج الملكة بعد التتويج طيب ما بعد الكاستينغ رح يكون اللي رح يفتح أبوابه يوم 16 نوفمبر إلى غاية حفل اللي رح يكون حفل الختام اللي هو يعني حفل التتويج في جنوبي 2020 يعني من 16 نوفمبر إلى 20 إلى جنوبي 2020 يعني في هذه الفترة رح تكون فيها أكيد فترة التربص بالنسبة اللي رح يكونه يعني في الكاستينغ طيب وش رح تكون في هذه المسابقة من خلال فترة التربص؟ في فترة التربص إحنا رح نلهم تربص مغلق التربص هذا رح يكون فيه تدريب على المستوى يعني الفيزيك مع أنت المشي كذا كذا لكن أهم شي رح يكون عندهم دورات تكوينية في الاتصال في التقافة في عدة مجالات يعني رح يتكونوا تكوين شامل يعني تكوين فكري تكوين تقافي وتكوين في الموضع أكيد طيب هدف المسابقة يعني في كل مرة نشوفه ملكة جمال الجزائر ملكة جمال الحسنوات ملكة جمال السياحة يعني الكثير من يعني التي تخطع ملكة جمال لكن المشاهد حاب يعرف يعني وشن هو الفرق بين ملكة جمال العاصمة وبين المسابقات الأخرى والهدف من هذا المسابقة ملكة جمال العاصمة أهم شي كما ذكرت لك من قبل أن الملكة لازم تكون وجه إعلامي ولازم تكون مثال للفتيات التي في عمرها يعني رح نخرج ملكة تكون مثال ناجحة في حياتها رح تكون مثال في ثقافتها رح تكون مثال في عملها رح تكون مثال في عدة أمور يعني رح تكون نكونها نحن الملكة رح نكونها تكوين شامل أصلا تتويجها رح يكون عن طريق وش تكون الكريتيك ليكونوا في الملكة طيب كاريم بن عيسى فقط كسؤال أخير يعني في كل مرة يعني الملكات الجمال يعني ينتقدوهم كتير يعني نتمنى أنه هذا المرة ما نشوفوش انتقاد في ملكة جمال العاصمة لكن وش تقول على هذا الشيء بغياب هو الانتقاد باختصار هو الانتقاد لأنه في أكبيرة من ما يعرفوش وش هم الأساسيات اللي نختار عليهم الملكة الجمال مش هو الصح الأهم شيء هو التقافة وأنه الملكة تقدر تلتزم بالبرنامج لمر لبعد التتويج هذو أهم أمور اللي يختاروا عليها الملكة فبالتالي يكون فيه مشكل مثلا مشكل في الجمال مشكل في تقافة إلا خيرنا الجمال ما كاش تقافة وإلا خيرنا التقافة ما كاش الجمال يعني توجور يكون فيه هذا الأخير نتقبلوا يعني كل انتقاد بنا شكرا لك كاريم بن عيسى منظم مسابقات ملكة الجمال العاصمة إذن نذكر فقط مشاهدين أن لمن يهمه الأمر ملكة جمالح يكون الكاستينج ابتداء من 16 نوفمبر بفندق لمعراز القبة بفندق لمعراز مشاهدين لك رمذن بهذا نختم المعادة الثقافية